مشاهدين وينضموا إلينا الآن من القاهرة معتز الفحل الأمين والعام السياسي للحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني سيد معتز مساء الخير وأسألك بداية عن أبرز الملامح التي رصدتها في خطاب البرهان منذ قليل كيف سينعكس على المرحلة المقبلة من المستقبل السياسي للسودان أهلا وسهلا أستاذ العزيزة وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله السنة الجاية سيكون في وضع أفضل في السودان ونحن نستقبل استغلالنا 68 مفترض يكون ذكراء بكرة للسودانيين وكان دائما بيكون يوم بتاع خطابات وطنية والتقال السودانيين وموقفهم من قضايا تنمية البلاد وإمارة وتطورة ولكن يصفنا أن هذا العيد يأتي وأهلنا والسودان كله يعاني آلام التمزق وآلام الماليشيا والدعم وآلام الدعم السريع وانتهاك للأعراض والمتلكات والبيوت والحرومات وأصبحت دولتنا في غير أمان والشعب السوداني في غير مأمن والحزن يعمل جميعا ولكن نتفاعل خيرا دوما ولنا ثقة في الله وفي شعبنا وفي وطننا وفي إزبنا أن ننجح إن شاء الله في لم هذا الشتاء وأن يعود السودان كما كان وأن تخرج قوات الدعم السريع والماليشيات المتمرد هذه من بيوت الناس ومن مساكنها ويلتهم شمل السودانين وأن يكون جيشنا وطنيا قويا حامل البلاد وحامل مؤسساته وأن تكون مؤسسات دولة تعمل بخير وجود إن شاء الله نقيم هذا اليوم وهذا الاستغلال حقيقة ونقول أننا علينا مسؤوليات جسام كقوة سياسية والحزب الاتحادي كحزب رفع علم الاستقلال وكان من الأحزاب التاريخية التي يعول عليها الكثير في بناء الوطن ولكن تقلبات الانقلابات العسكرية وظهور مثل هذه القوات كماليشي الدعم السريع والمتمردة وهذه النعارات الجهوية والإثمية والعرقية التي تنحر في جسم بلدنا تنعمل إن شاء الله بكل جهد وجد لها الخطاب بتاع السيدة الغايدة العام ورئيس مجلس السيادة البرهان اليوم يحتمل الكثير وبه كلام مبشرا هناك نصرا فيحصل للشعب السوداني وأن القوات المسلحة التي يعول عليها الشعب السوداني أن تؤدي دورها تكون أدت دورها الكامل في تطهير البلاد وحمايتها وأن التلاحم الشعبي مع هذه القوات وأن الرفض التام لهذه القوة المتمردة والرفض الشعبي لها بالتأكيد سنت قوي للقوات المسلحة وكذلك المبادرات والندعات التي توجهها جميع القيادات السودانية للالتحام والتلاحم لحماية الأرض والعرض تجد قبولا لدى كل السودانيين سيد معتز أسألك فقط عن المحاولات السابقة لإجراء محادثات بين البرهان وحمدتي هل مازال الوقت أو حتى الطريق ممهدا لمثل تلك المحادثات أم أن ربما الحلول الأخرى كما أشار البرهان هي الأفضل في هذا التوقيت أو قيام الجيش بتحركات في الفترة المقبلة أو عمليات عسكرية بالتأكيد لا بد من الجلوس والتفاوض لأن في النهاية يجب أن يكون هناك وفاق وطني ويجب أن يكون هناك الانتقاء ولكن في الأساس القضية الأساسية هي هذا التمرد وهذه الماليشيا يجب أن تقرب أن هناك مؤسسة للدولة السودانية وأن هناك أخطاء ارتكبت في حق هذا الشعب وأن الوجود في مساكن وفي مشافي ومؤسسات الدولة في الخرطوم وفي الجزيرة وفي كل نراحي السودان في نيال وفي الجنين وفي الفاشر هذا أمر الشعب السوداني يرفضه من حيث المبدأ والجوهر فالحديث عن محاولات إصباق برنامج سياسي للدعم السريع ومحاولة تمرير هذا المشروع أفتكر علينا أن نكون واقعين أن هذا الشعب السوداني ليس من الممكن قبول هذا الطرح لكن بالضرورة أن يكون هناك تفاوت بالضرورة أن يكون هناك وجود مخرج لهذه الماليشيا لهذا الوضع المتعزم لكن أساسه يكون البدء بأن يكون هناك خروج بما هو متفعون عليه خروج من المساكن والمشافي قبل ذلك يتطلب أن تكون القوة السياسية على وحدة رأي في هذا الأمر أننا جميعا نقر أن هناك أخطاء ارتكبها الدعم السريع وأن هذه القوة المتمردة هي قوة خرجت من الرحم مؤسسات الدولة وعليها تلتزم بما يتمليها عليها قوانين هذه الدولة ومؤسساتها ولهذه المؤسسات التي بناها الشعب السوداني ومؤسساتها الشعب السوداني عبر تاريخه القويل منذ دولة الفونج واستغلال السودان وكل معارك النضال والتحرور الوطني المهدية وكل هذا التاريخ علينا أن نضعه مرتكس لبناء السودان الذي نحلم به جميعا وأن احترام هذه القيوة هذه المؤسسات وهذه القوانين التي تحكم الدولة هو الأساس الأول للبناء وتوافق الغوة السياسية وإجماع على كلمة واحدة في هذا الأمر هو المعبر الحقيقي لهذا الأمر شكرا جزيلا لوجودك معنا من القاهرة معتز الفحل الأمين والعام السياسي للحزب الاتحدي الديمقراطي السوداني ترجمة نانسي قنقر